في كل الأحوال أنا بقول أرجو أن لا تكون هذه دائما مشاكل لأن لو إحنا مشينا في إجراءات الجمعية اللاحة الأساسية نظام الأساسي كان زمان يبقى أن نظامنا الأساسي إنه دو الوحيد اللي مقالوش نظامه الأساسي بعد أن حاول كل الأندية على يوم واحده جابت بالعشرين ألف جمعياتها أشد أكتر صحية وذلك أنا بقول حتى المرة دي يجب على الأعضاء جمعية العمومية في النادي الأهلي بقى دي انتخابات مصيرية بكل ما تعني مصيرية هتشوف لون تاني من ألوان النادي الأهلي غير مصبوخ وغير عارفينه لأنه أساسه بيقولك يعني قيمه مبادئ خلاص اتقالت وش كده إحنا شايفين هدي مصدر فخرنا ومصدر رؤفنا على رجلينا ومصدر استمرارنا لكن استطاع الغزو الثقافي نتيجة الاختراق الإعلامي وأمور أخرى أنه يوصلها ويحقق بعض الأهداف الاستراتيجية وده يعني المقلق جدا ده مصير مختلف والجمعية العمومية هتقول إحنا عايزين نادي الأهلي يبقى شكله إيه زي مكان ومصدر فخرنا طول عمرنا ولا يبقى نادي الله أعلم هيكون أحسن هيكون أوحش ما عرفش هيكون شكله إيه لكن أنا بقول مش دورون نعمل مشاكل خلاص سيبها تمشي بإجراءات الجهة الإدارية عشان ما نحطش العربية قضام الحسان كل مرة وما نصلش إلى أهدافنا أنت حاجة تضيف في هذا الأمر يعني لو هنضيف هي أيام فعلا أيام فارقة في تاريخ ومستقبل النادي الأهلي كلمة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل دي مسألة مش مجرد لفظ لا هي صاحبة الحق الأصيل هي اللي بتقرر مصيرها الأندية الرياضية عرفت الممارسة الديمقراطية السليمة والنقية والنزيهة قبل أن تعرفه الكثير من الهيئات الأخرى فبالتالي لازم زي ما الزمالك عامل جمعية كبيرة وعلى يومين لا الأهل ما هواش أقل من أنه هيعمل رقم قياسي في يوم واحد هيعمل بالذات بس هو أهم حد بمزيد من التيسيرات المهندس عدي أشار لكم نقطة أتمنى أنه الدارة النادي هي بترتب لهذه المسألة الزمالك عنده حوالي تقريبا مية وخمسين لجنة بيتم الاقتراع من خلالها عدد الجمعية العمومية في الأهل أزيت بكتير من الزمالك فالزمالك لما يبقى عنده مية وخمسين لجنة وبينتخب على يومين أكي أنه عنده تلتمية لجنة بالزبط وبينتخب من تسعة صباحا لعشرة مساءا بيتكلم في 11 ساعة على مدار اليوم يعني عنده 22 ساعة وعامل مية وخمسين لجنة ده تيسيرا على السادة الأعضاء أتمنى أنه إدارة النادي الآلي لا جمعية الآلة تستحق أنه مش بس يبقى مية وثلاثين لجنة لا يبقى ميتين لجنة بهذا الشكل ميتين وخمسين مش أقل من كده أبراهيم آه لأنه أولا تيسيرا على الناس استغلال أكتر وقت ممكن لأنه لما الطبور بيبقى طويل الناس بتزهى الناس بتمشي لا وفي حياة الانتخابية هفكرة الناس المحترفين الانتخابات في الانتخابات بتاعت أستاذ كمال حافظ وكابتن عبد صالح الوحش 88 كانت كل المشاهد تقول أن كمال حافظ يعني فرصه أكتر الانتخاباتها اتعاملت في حمام السباحة الأول مرة وتعاملت من مدخل واحد اللي هو السلم الديق اللي بيطلعك على حمام السباحة فوقف الشباب في طبور شباب بتاع كلية التربية ووقفوا في طبور لدرجة أنه كان بيتحرك يعني عشان تخش في لجنتك بتخدلك ساعة فناس كتير من كبار السن رواحت لحد الساعة أربعة ونص كده لقينا سيابية هائلة وطفان بيخش يعمل الانتخابات إذن هذه بعض الحياة الانتخابية إذا لم يتم التسير هيبقى ده مقصود خلي بالك في ناس كتير هتقولك ده مقصود أنت بتعطل الناس برع عشان تمشي لأ وبعدين هيقولك إذا العدد كبير دخل الناس انتخب لأن المرات يا جماعة هقول لكم الفرق هو مش هيمضي ويستنى أنه يبقى كورة مبعدين يرجع تاني انتخب ده هو هيخش يمضي ويحط الصوت ويروح كبار السن أنا بنصحهم بكده يشيبوا الشباب في النادي لكن أنا ومراتي يعني رأي كبار السن يبقى لهم لجنة خاصة ياريه ممكن يقولك أنا مش حقدة رفرزهم دلوقتي مش حلحق لكن قدامه طمت يام يلحق يلحق ملحقش الناس تخش تنتخب في لجنتها وتمشي يبقى الدنيا متحركة متحركة بسهولة جدا خاصة أن أنا أعلم أن ممكن يبقى كلا الطرفين بيعمل كده هيبقى فيه اتوبسات برا النادي فيه تجمعات معينة هتجيب الناس عشان ميجوش بعربياتهم وينزلوا وانتخبوا وتبقى الاتوبسات دي والأهل غالبا بيستغلوا كل الجراشات المحيطة بالنادي سواء الأوبرا أو المحافظة أو المعلمين بالإضافة إلى وعندك شركات وكل شركات تعارف المضحك أن فيه يعني كلام أن الشركات اللي هي الأوبرا وكريم وكده فيه ناس واخده حق نادي متعقدة معها متعقدة معها لنقل أعضاء النادي لا ويروج لها يعني العدو يركب يعني أعلامة فوالأجر للشركة يروج لها يقول لها انتخبي فلان لا لا ومع التاكسي كمان بس أوبر أسهل وكريم لكن بصرف النظر وأنا لو ركبت تاكسي واحد قال يخد فلان اللي زاكر زاكر يا إبراهيم لكن النقاط اللي حدك بتشير إليها دي مهمة يا جماعة في التسير على سادة الأعضاء يعني لابد أنه فكرة 130 لجنة مش كافية أبدا لا 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 ضعفها لا اليوم واحد لازم مضعفتها لازم لجل كبار السن لازم أكبر عدد من التسهيلات والتيسيرات علشان يقدر العضو فعلا زايد الخدمات البوفيهات الناس بتقدم المشروبات والمية لازم يبقى فيه فرحة باليوم ده بالزبط عرص الديمقراطة لا وتدي قيمة للإدارة طبعا أنا أدرت انتخابات في رقم قياس الجمعية العمومية وخطى البر الأمان أي تاريخ شرين يخشوا ورجالتوا صحيح أي تاريخ صحيح ده يبقوا عمل وضربوا كل الناس اللي قابليهم كمان صحيح أنا أدرت هذه الانتخابات بنجاح صحيح ترجمة نانسي قنقر